الآن والذي محاوره كالآتي خامس جويليا محارة لإستذكار الذاكرة الجماعية للجزائريين إعادة كتابة التاريخ حقائق حبيسة الأدراج جيل الثورة لماذا أتوجس من كتابة المذكرات تسجيل شهادات مصورة للمجاهدين أرشيف ذهبي لصناع الثورة ملفات والذاكرة وجرائم الاستعمار ملفات عالقة تسمم العلاقات الجزائرية الفرنسية وإن حديثك ترحول هذا الموضوع أسعد باستضافة محمد الأحسن الزغيدي أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر صباحك سعيد سعيد أهلا وسهلا صباح الخير وعيد سعيد لكل أبناء الجزائر في الداخل وفي المهجر وإلى كل أحرار العالم والذين سندوا هذه القضية العادلة والتي أصبحت قضية العالم الأولى في الخمسينيات نعم ربما محطات مفصلية وهمة عاشتها الثورة التحليلية المضفرة على غرار يعني اجتماع مجموعة الـ 22 التاريخي مؤتمر الصمام وكذا عيد الاستقلال كلها أحداث بارزة نجد لكن القليل فقط من الجزائرين ربما يقفون عند تواريخها ليس كذلك ولن هذا لا يعود إلى الشباب وإنما يعود إلى المسؤولين عن الذاكرة والمسؤولين عن إصال الثقافة التاريخية بصفة عامة لإعداد المواطن الصالح لأن الدولة حينما تضع برامجها وتضع نظامها الداخلي أي دستورها وتضع قوانينها أولا هي تضعها من أجل إنسان ولذلك السؤال الأكبر المطروح من هو هذا الإنسان الذي نريد؟ كيف نريد هذا الإنسان؟ ما هي الوسائل التي نكون بها هذا الإنسان؟ كيف نربي هذا الإنسان على حب الوطن وعلى الحفاظ عليه؟ إذا كانت الحركة الوطنية قبل الاستقلال وهي حركة وطنية وليس الدولة استطاعت أن تربي جيلا كاملا من سنة 1926 أي من بزوغ نجم شمال إفريقيا إلى غاية تأسيس جبهة التحرير الوطني في أول نوفمبر 1954 استطاعت خلال هذه الفترة من 28 سنة أن تربي جيلا كاملا على مبدأ التضحية في سبيل تحرير واستقلال هذا الوطن الجزائر اليوم تحتفل بذكرى 57 الاستقلال 57 سنة من استقلال الجزائر ماذا جلب الاستقلال؟ ولن جلب الاستقلال حضوري معك وحضورك معي شرفنا حضورك اليوم صحيحة اليوم أستاذ دكتور لا ننكر ولن سؤال مثل هذا المفروض لا يطرح ماذا جلب الاستقلال؟ الاستقلال جلب جيلك وجيلي ونحن نعيش أباؤنا عاشوا في ظل الاحتلال ماتوا في ظل الاحتلال ونحن نعيش في ظل الاستقلال إذن نستطيع أن نقول ماذا قدمنا كجيل الاستقلال في 57 سنة؟ هل يمكن أن نقول أننا حققنا ربما طموحات كل من سهم في بقاء الجزائر؟ أولا لا نستطيع أن نقول حققنا كل الطموحات وإلا ما معنى هذه العصابات التي تزج يوميا في السجون وهو مخالفة لتحقيق هذه الطموحات لأن الطموحات التي عبر عنها بيان أول نوفمبر هو تكوين جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية لأن بيان أول نوفمبر كان واضح في مفهوم الدولة في شكل الدولة في معنى الدولة إذن هل نحن استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى الذي خططه بيان أول نوفمبر ثم هل كان الذين حكموا هذه البلاد في مستوى هذه التطلعات بأن أوجدوا منظومة تربوية تعد جيلا أو أجيالا تحافظ على هذا المكسب العظيم وهو تحرير هذا الوطن لأن تحرير الجزائر لا يعني الجزائر لوحدها اللي يعلم المشاهد الكارمير وإنما تحرير الجزائر هو كان تحرير للإنسانية يعني أن الجزائر بتحريرها قبل ثورتها تحررت العديد من الدول منها الشقيقة الجارة ومنها الصديقة البعيدة لأن قرار 15-14 الذي ثبت في الأمم المتحدة إنما جاء نتيجة دماء التي سالت في ديسمبر 1960 ولذلك هذا القرار الذي جاء مرجعية إلى كل شعوب العالم في أنها من حقها أن تنال تقرير مصيرها بنفسها دون شروط أو دون قيد ولذلك أصبح هذا القرار الذي أصدرته اللجنة الرابعة لهيئة الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1960 أصبح مرجعية إلى يومنا هذا للشعوب في حق تقرير مصيرها ولذلك الثورة الجزائرية أصبح عالميا وهذه الثورة العالمية التي قال عنها كبار يعني القادة العالم والذين أسماءهم أصبحت بصمات في تاريخ الأجيال الحالية على سبيل المثال يعني نجد أن مونديس مونديلا هذا الزعيم الذي أصبح له يوم في 365 يوم وهو يوم مونديلا الذي أقرته الأمم المتحدة يقول أن الثورة الجزائرية صنعت مني رجلا كذلك نجد أن الجنرال جياب هذا الزعيم التاريخي والقائد الكبير الذي لقنا لاستعمارين الفرنسي والأمريكي أكبر الدروس يقول تأثرنا تأثر هذا الكلام قاله هنا في مقام الشهيد في سنة 1984 وأنا استقبلته في ذلك الوقت هنا كتب بخط يده قال تأثرنا بثورة الأوراس فانتصرنا على الإمبريالية الأمريكية إذن هذه الثورة التي إشعائها وتأثيرها أصبحت مدرسة عالمية ماذا قدمنا لها نحن في مصارينا في الاستقلال هل استطعنا أن نوصلها كذاكرة يعني لأجيالنا ثم إلى الإنسانية جمعا نعم اليوم الكثير يعني يجهل من تفاصيل معاشته الجزائر بغية الوصول إلى الاستقلال ما سبيل لإعادة بعث التواصل بين الأجياء أولا التاريخ في حد ذاته أصبح في حاجة إلى حراك مثل هذا الحراك التصحيحي للمصار ولذلك التاريخ نفسه كان مسجونا يعني كان مسجونا فترة طويلة لماذا؟ لأنه لو تحرر التاريخ لا تحررت العقول بفهمها للذاكرة واعتناقها للذاكرة وفهومها لرموز الذاكرة من عالم وطني من نشيد وطني من ثوابت وطنية من قيم وطنية من مبادئ تحررية من قيم إنسانية عظيمة التعليمين سيدتي أن بيان أول نوفمبر الذي يحتوي على 685 كلمة في 9 فقرات يحتوي على أكثر من 21 نقطة نابعة من سميم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحتوي على دباجة و30 مادة فبيان أول نوفمبر يحتوي على 12 مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أي أنه بيانا إنسانيا بكل الأبعاد إذا كنا هذه الثورة ذات الأبعاد الإنسانية لم ننقنها إلى أبنائنا مع كل أسف إذا كانت هذه الثورة إلى يومنا هذا لا توجد مثلا على سبيل المثال في جامعة لزهر لا توجد ماستر تحت اسم تاريخ الثورة الجزائرية لا توجد وأنا قلت هذا الكلام في هذا المنبر في قناة النهار عدة مرات وفي عدة سنوات أيضا لا توجد إلى الآن نظام يعني دكتورة تحت اسم ثورة التحرير الوطني الجزائرية إذن لماذا هذا التهميش للتاريخ الوطني كذلك أيضا إذا جئنا إلى برامج التربية الوطنية نجد أن في الترمينال على سبيل المثال نجد أن كل تاريخ العالم يأتي في المقدمة في نهاية المقرر نضع تاريخ الجزائر يعني من المقاومة إلى غاية التحرير إلى غاية الآن يعني مستحيل 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 أن الطالب في الثانوي في مادة التاريخ يصل إلى هذا ثانيا تضريص مادة التاريخ ألا تعتقد أنه عفوا أستاذ ألا تعتقد أنه ربما يجب الفصل بين مادة التاريخ والجغرافية مادة التاريخ نطولها حقها يعني بارك الله أولا هذا تقزيم للمادتين لأن الجغرافية هي مادة عظيمة جدا لأن الإنسان لما يقع يعرف المكان الذي يقع عليه رجليه ماذا يمثل في الخريطة الكرة الأرضية يحترم ذلك المكان كذلك التاريخ كذلك التاريخ التاريخ هو الذاكرة وهو يعني المرآة العاكسة للفرد في حياته الخاصة وفي حياته مع المجتمع وفي حياته مع العالم ولذلك أن نضع هاتين المادتين رغم أهميتهما في مقياس واحد هذا تقزيم للمادتين وضرب للذاكرة في بعديها في بعدها المكاني وفي بعدها الزماني الإنساني ولذلك نجد أن العديد من شعوب العالم أعطتنا الدروس رغم أن ليس لها التاريخ مثل ما لنا نحن تاريخ نحن شعب بحكم الموقع الجغرافي نصنع التاريخ عبر عصور كل التاريخ من عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا والجزائر تصنع التاريخ لأن الحراك هذا أو ثورة التغيير كما أسميها الآن هي الآن تصنع التاريخ للعالم كأعظم ثورة سلمية يقولها شباب من أجل تغيير إلى الأفضل ومن أجل تصحيح إذن هنا الآن ما زلنا نستمر في صناعة التاريخ إذا كنا تاريخ الأمس تاريخ الأمس القريب يجهله حتى الذي يدرس في التاريخ مع كل أسف يجهله حتى الذي يدرس في التاريخ هل يتوجد مقياس عام إجباري في كل تخصصات الجامعية له علاقة بالدراسة الحركة الوطنية والثورة التحريرية ليعرف الطبيب تاريخ وطنه لماذا نحرم الطبيب أن يعرف تاريخ الوطن لماذا نحرم المهندس لماذا نحرم عالم التكنولوجيا لماذا نحرم يعني عالم الاجتماع لماذا نحرم عالم الفلسفة لماذا نحرم يعني كل التخصصات نحرم منهم شبابنا أن يعرفوا تاريخهم ونختصر التاريخ إلا في مادة التاريخ وكأننا نريد أن نصنع مجتمع خاص أو أفراد خاصين إلا بالتاريخ وأفراد يشهلون كل التاريخ نعم في هذه النقطة أستاذ يعني فيه من شباب اليوم ربما ما يفرقوش يعني بين عيد الاستقلال واندلاع الثورة ربما هذا لما يرجع هذا ربما نقطة طرف التاريخية ربما حتى نجد أن بعض التلاميذ في المدارس ينفرون من مادة التاريخ لماذا؟ لينفرون من مادة التاريخ أولا لشيئين أساسيين أولا لأن التلميذ يحب المادة في حاجتين حاجة أولى في كتابها المعروض من صور جميلة من فقرات منطقات جميلة من إخراج جميل تشد النظر ويجعل الخيال يذهب بعيدا النقطة الثانية في نوعية الأستاذ والمعلم لما يكون الأستاذ مختص ومكون بيداغوجيا في كيفية إيصال المادة وفي كيفية تحبيب المادة الطلاب أو التلميذ يجرون وراء الأستاذ ويحببهم نحن الآن مع كل أسف نعطي مادة التاريخ لكل من هب ودب أرواح فقط ألقي النص هذه الأولى هو نفس الأستاذ يكره المادة لأنه لا يعرفها لأنه لم يقرأها جيدا لا في الجامعة ولا في غيرها لم يحضر لها الدرس جيدا إذن الذي لا يؤمن بشيء لا يستطيع فاقده شيء لا يعطيه ثانيا أن الكتاب الذي هو عبارة عن استنساخ لفوتوكوبي عبارة عن إنساخ أبيض في أسود كيف يشد الانتباه كيف يشد التلميذ أو الذي يريد أن يستعمل خياله ويذهب مع صورة المجاهد مع صورة الثورة مع صورة الطائرة مع صورة الجبال يعني في خياله إذن قطعنا روح الخيال للتلميذ ولذلك هنا أن مادة التاريخ عقبت في من يدرسها عقبت في الكتاب الذي يقدمها وبالتالي كيف نطلب من هذه الأجيال أن تعرف هذا ثانيا أن الثقافة التاريخية في أيام محصورة في أيام فقط محصورة في أيام التي تتعلق بالأعياد والمناسبات الوطنية يعني حتى في هذه الأيام نعطيها زمن محدود هل في عيد الاستقلال مثلا اليوم هل أعددنا في التلفزيونات في البلاطوهات هل أعددنا على الأقل على الأقل ساعتين أو ثلاثة فيهما نقاش فيهما طاولة مستديرة فيهما حوار بين الجيلين فيهم حوار بين الجامعة وغيرها فيهم معرض نستعرض ما كتب خلال هذا العام عن الثورة التحريرية إذن هي عبارة عن لحظات مناسبتية في وقت قد لا يفطن فيه في وقت تكون الناس فيه نيام ونحن نتكلم عن ما يصلح مصير الأعوام وما يبنى فيه الإنسان إذن إذا كنا هذه الأفلام الثورية يعني أولا الأنشيد الوطنية انتهت هل في خمسة جوليا هل أجرينا جوائز في مستوى عالي جوائز في مستوى عالي خاصة بأحسن قصيدة حول الثورة بأحسن تلحيل لقصيدة جديدة حول الثورة بأحسن أوبرات بأحسن مسرحية بأحسن فيلم وثائقي بأحسن إخراج لبرنامج تلفزيوني أو غيره لأحسن مقال صحفي لأحسن دراسة علمية كل هذا غير موجود نعم في وقت غير بعيد هل قمنا في سيدتي الفاضلة إذا كانت المنظومة التربوية تجعل التاريخ خارج مجالها إذا كان أول نوفمبر التلميذ يجد نفسه في عطلة نعم هذا خبتنا نطلق سؤال إذا كان 19 مارس التلميذ يجد نفسه في عطلة إذا كان 5 جوليا التلميذ يجد نفسه في عطلة قبل العام الماضي كانت العطلة رسميا في 4 جوليا في يوم 4 جوليا العطلة الرسمية تبدأ يعني أن 5 جوليا التلميذ يجد نفسه في الشارع لا يعرف لها مكان خمسة جميلة المفروض أن يكون التلميذ في المدرسة وحضور إجباري لتقدم فيه عروض وعروض وأنشطة وتقدم في وقت ليس بالبعيد يعني كنا نقوم بهذا الأشياء في المدرس المفروض سيدتي الفاضلة والمشاهد الكريم أن نعيد قلت حراك خاص بالذاكرة الوطنية بتاريخنا الوطني حتى تعطى له مكانته المفروض الجوائز المدرسية لأحسن المتفوقين تسلم يوم خمسة جميلة تسلم إذا كان في تقاليد الجيش الوطني الشعبي وهو تقليد رائع أحييه من هذا المنبر عليه أن جعل ليوم خمسة جميلة تقديسا خاصا أن في يوم ربع جميلة تعلق الرتب للكل لماذا لا نجعل يوم أربعة جميلة هو اليوم الذي نسلم فيه الجوائز احتفالا باليوم الموالي نسلم فيه أحسن جائزة نرقي فيه أحسن تلميذ نرقي فيه الرتبة الأعلى في كل في التربية في الإدارة في المجتمع في كل شيء إذن لأن يوم خمسة جميلة هو يوم كل الجزائريين بدءا بالمؤسسات النظامية وأعني بها التربوية بصفة أخص ثم انتهاءا بالمجتمع المدني المجتمع المدني المفروض في يوم خمسة جميلة هو يوم للمي الشمل الوطني للزيارات للعجزة للمرضى ونأخذ معي علم لأنه ما رمز الاستقلال الجزائري هو العلم الوطني إذا لم نقدس في هذا اليوم العلم الوطني إذا لم يرفع نرجع لا بد أن نرجع إلى سنوات الستينيات والسبعينيات حينما كان يأتي يوم خمسة جميلة كل بيت في الجزائر يرفع العلم الآن لو نأخذك معي إلى نزور ممكن لا نجد إلا واحد في المية في بيوتات الجمهورية الجزائرية الذي يرفع العلم فوق بيته إذن تقديسنا لهذا العلم هو تقديسنا لهذا الوطن لأن العلم يروي حكاية شهداء يروي حكاية انتصار أعظم ثورة للإنسانية ولذلك خمسة جميلة هو يوم العلم بدون منازع بدون منازع وبدون شريك ولذلك إذا لم نعلم ونورث ثقافة العلم لأبناءنا الصغار كيف يعرفون المعالم ويحافظون على المعالم وهم كبار ولهذا أولا لابد لنا أن نأخذ في هذه الذكرى العبرة ونحن في مسار تصحيحي لكل الأخطاء والانزلاقات والمصائب التي عمت هذا الاستقلال وهذا الشعب العظيم الآن هذا الجيل قام بتصحيح وبيعني أعطاء العصابة مكانها الطبيعي لابد أن يصحح لما يجب للثوابت في مكانها الطبيعي في بلدها الطبيعي وهي الجزار أن نورث بهذه الثقافة التاريخية أن نجعل للثقافة التاريخية مكانتها أولا في المنظومة التربوية أن تكون الفضاء الإعلامي هو فضاء للتكوين أولا لنشر الثقافة التاريخية لنشر الثقافة الوطنية ما هي الفائدة من تعدد القنوات إذا لم تكن هذه القنوات مدارس لتكوين الناشئة إذا لم تكن القناة قناة النهار وغيرها هي مدرسة للبيت لتلك المرأة التي لا تخرج من البيت لذلك الطفل الذي لا يخاف عليه بعد الخروج من البيت يجب أن يجد في كل البرامج ولماذا لا نجعل برامج خاصة لتكوين الناشئة تكوينا وطنيا باختيار النص باختيار الصورة باختيار الرسوم المتحركة في إيصالها كان سائل تاريخية لتكوين الذاكرة نحب برموز هذا الوطن للناشئة يشبون على حب الوطن إلى غاية نهاية الثمانينات القرن الماضي كان الخامس جويليا الذكرى السنوية لعيد الاستقلال لكن بعدها تحولت التسمية إلى عدية الاستقلال والشباب هل هذا يعد سعيا لربط تضحيات الأجداد بالشباب ربما؟ والله هو تبرير لما لا يبرر خالصت الأيام حتى نجعل يوم وطني للشباب لنربطه بعيد الاستقلال المفروض عيد الاستقلال يبقى مقدس ولو أن التبريرات من أجل أن نوصل يعني نربط بين الجيلين الربط بين الجيلين يكون في الربط الذاكرة واستمرارية الذاكرة واستمرارية الذاكرة تكون في 365 يوم في 365 يوم أي بما كنت أقول بالتربية الذاكرة امتداء من الرودة وانتهاء بالدكتوراه مرورا بنشر الثقافة عبر كل يوم لأن الجزائر تقريبا البلد الوحيد الذي لا يخلو يوم من 365 يوم ولم يسجل فيه حدث أو أحداث إذن في كل يوم لنا مكرمة ولنا كرامة ولنا بطولات سجلت لنعكس هذا إلى الثقافة التاريخية العامة ونكون كل أبناء الجزائر ثقافة تاريخية أساسية فيما بين الروضة وشهادة المكالوريا هكذا يصبح كل جزائري يعرف على الأقل المحطات الأساسية في تاريخه ولذلك حينما نربط خمسة جوليا كما ربطنا التاريخ بالجغرافيا كما ربطنا التاريخ بالجغرافيا كمادة واحدة نريد أن نربط خمسة جوليا بالشباب لا خمسة جوليا هو يوم مقدس باسترجاع السيادة الوطنية يبقى لا شرك له في أي كان يبقى خاص إلا بالاستقلال ولن الأيام الكثيرة للشباب لتكون عيد للشباب نعم فسؤال أخير ما المطلوب من الشباب الجزائري لصون وحماية أمانة الشهداء الأبرار أولا المطلوب من الشباب الجزائري فقط أن يقرأ تاريخه أن يقرأ تاريخه أن يتعلم تاريخه فإذا ما قرأ هذا الشباب وتعلم تاريخه صحح مصاره وأنا أعرف جيدا بل والحمد لله متأكد بأن الشباب الجزائري كله هو فيه لا يوجد شاب جزائري لا يقدس الجزائر لا يوجد شاب جزائري لا يعتنق عالم الجزائر لا يوجد شاب فوق أرض الجزائر لا يحب هذا الوطن ولا يقدسه ولا يحترم شهدائه إذا رأينا فقط الحراك ماذا نجد؟ نجد شعار بادسية نوفمبرية نجد صور الشهداء صور الشهداء نجد صور قادة الثورة نجد صور 22 صور الستة نجد بيان أول نوفمبر إذن ما معنى هذا أن ترفع من أرفان ثم نجد أن النشيد الوطني يهز أرجاء الحراك في كل جانب ما معنى هذا نجد أيضا في الشاب الجزائري في أفراحه يرفع العالم في احتجاجه يرفع العالم في غضبه يرفع العالم في أوج سعادته يرفع العالم يعني نجد أن الجزائر في كل مناسبات رياضية وغير رياضية تزين كلها في شوارعها في سيارتها في عرسه يرفع العالم في حجه أو عمرته يرفع العالم في نجاح ابنه في السيزيام أو في غيرها يرفع العالم إذن عناق الجزائري للعالم معناه له مرجعية ذاكرية مرجعية الذاكرة ولذلك لا أجد شابا جزائريا لا يحترم تاريخه لا يحترم شهدائه فأبناء الجزائر كلهم من روح نوفمبر يلتمسون وإنما أريد فقط أن تكون مؤسسة بالمطالعة وبالدراسة وهذا عن طريق أن تأخذ كل مؤسسة في هذه الدولة مسؤوليتها تجاه الأجيال إذن إلا هذا الحراك أعطانا درسا عظيما يجب أن نثمن هذا الدرس ونضعه للمستقبل لأن الأجيال اللاحقة يجب أن لا يقع لها ما وقع لهذه الأجيال الحالية من حرمانها في تعلم ذاكرتها إذن علينا أن نعيد سياغة برنامج المنظومة التربوية من الرودة إلى الجامعة وحينما نقول الأسرة التربوية لا يقصد بها المدرسة فقط الأسرة التربوية هي البيت هي الشارع هي التلفزيون هي الجريدة هي المحيط آخر حلقات المنظومة التربوية هي المدرسة نعم وصلت الفكرة دكتور شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة إذن مشاهدين الكرام والآن